جهود أممية حثيثة ومتواترة يحاول رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي اكتيادها إلى صندوق الاقتراع كنتيجة لفلاح تنظيم الاستحقاقات المنتظر العام الجري في البلاد باتيلي استعرض مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي آخر تطورات الوضع الليبي ومنها أمل مشترك لصياغة قوانين انتخابية قابلة للتنفيذ لقد عبرت والسيد المنفي عن أمل المشترك في أن يقوم أعضاء لجنة 6 زائد 6 بصياغة قوانين قابلة للتنفيذ تماهد الطريق أمام الليبيين لاختيار قيادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم الوطنية وقبلها ارتكزت مباحثات باتيلي مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح على المحيط الانتخابي في البلاد بيانهما المشترك أكد على أن الحل في ليبيا هو إجراء الانتخابات لإنهاء المرحلة كما خصت تلسلة لقاءات المبعوث الأممي إلى ليبيا اهتماما كبيرا بوضعية حقوق الإنسان في البلاد خلالها يحرص على مشاورات منتظمة مع السلطات القضائية آخرها التي جمعته بوزيرة العدل الليبية التقيت في طرابلس بوزيرة العدل السيدة حاليم عبد الرحمن وناقست معها وضعية حقوق الإنسان في ليبيا والدور الحاسم المنوط بالقضاء في العملية الانتخابية ولسيما فيما يتعلق بالفصل في المنزعة الانتخابية خلال مسيرة تخليص ليبيا من الانسداد السياسي يغتنم المبعوث الأممي باتيلي فرص اللقاءات والمباحثات مع مختلف المكونات الليبية للتأكيد على مواصلة الجهود من أجل انتخابات ناجحة ومؤسسات موحدة وشرعية اشتركوا في القناة